خلينا استعرض مع حضراتكم الأول بيان اتحاد كرة القدم والقرارات بعد كده نبتدي نعلق عليها قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب اجتماعه اليوم لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كهس الأم الأفريقية في كودفور توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر ووجه هذه المعاون مع دراسة السيارة الذاتية للمداربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم وقرر المجلس الموافقة على تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز نمرة ثلاثة الموافقة على اختيار مدربين اتنين مدربين اتنين مدربين لعمل معايشة خارجية ثم الموافقة على تعيين علاء نبيل مديرا فنية للاتحاد أنا هنا عندي علامة استفهام كبيرة جدا وحرجع أتكلم فيها توجيه الشكر للجهاز الفني للكرة النسائية توجيه الشكر للجهاز الفني للكرة النسائية ثم الموافقة على عمل بروتوكول إدارة وتنظيم دوري الأكاديميات ودي حاجة محترمة جدا مش أنا اللي بقولها دي حاجة محترمة جدا بالشراكة مع شركة استادات للاستثمار الرياضي والتسويق مع الشركة المتحدة للرياضة دي كانت كل القرارات اللي تم كله كان متوقع أن روي فيتوريا يتم إقالته خصوصا بعد هذا الفشل الكبير اللي حصل وبالتالي كلنا كنا ننتظر هل فيتوريا حيمشي بالتمنمائة ألف يورو ولا إيه اللي حيحصل لأن منتخبنا ظهر بشكل هزيل جدا في الأربع مباريات اللي لعبهم لأنه إحنا خسرنا هذه المباريات عندنا جيل محترم جدا ولكن خسرنا هذه المباريات بسبب قيادة فنية غير جيدة ودي حقيقة واضحة لكل الناس وبسبب اختيارات فنية غير موفقة من البرتغالي روي فيتوريا أما بالنسبة لاختيار كابتن محمد يوسف لحين يعني كابتن محمد يوسف طبعا المدير الفني السابق للنادي الأهلي لحين اختيار مدير فني أجنابي وتشكيل باقي الجهاز ألف مبروك طبعا للنجم كابتن محمد يوسف مسئولية ومهمة كبيرة جدا جدا كابتن محمد يوسف من الناس اللي تستحق هذا الأمر كابتن محمد يوسف مدرب قدير ومر بتجارب كثيرة جدا مع النادي الأهلي ومع منتخب مصر بالمناسبة محمد يوسف كان محترف في تركيا وقضى وقت طويل جدا محمد يوسف برجماتي يعني ايه كابتن محمد يوسف برجماتي كابتن محمد يوسف بيفكر دائما في العمل ما بتفرقش معاه حاجة إلا مصلحة المكان اللي هو فيه وبالتالي هنا بتتكلم على مصلحة مصر محمد يوسف من الناس اللي بتشتغل لمصلحة المكان بدون أي تربطات يعني لو حجيب عشر لعيبة لو الزمالك حجيب منهم عشر لعيبة حجيب عشر لعيبة لو الأهلي حجيب منهم عشر لعيبة حجيب منهم عشر لعيبة فده كابتن محمد يوسف عشان كده ناس كتيرة جدا كانت معترضة على يعني ما سابق فيه أمور كثيرة جدا خلينا ننتظر ونشوف المدير الفني الأجنبي اللي اتحاد كرة القدم من المنتظر أن يتعقدوا معاه خلال الأيام القادمة ده اللي تقال يعني وأيضا أنا بقثني على اتحاد كرة القدم في قراره في اختيار اتنين مدربين لعمل معايشة يعني ده قرار أنا بشوفه قرار جيد ولكن برضه هو بيني وبينكو يعني برضه ممكن نعمل علامة استفهام على هذا القرار لأنه آه بنقول حاجة جيدة جدا أنت تعمل كده ولكن اتنين بس اتنين لعيبة فقط وبعدين معلش أنا عاسف جدا أنت عايز تقول لنا إيه من الموضوع ده معلش عايز تقول لنا أن أنت بتنظر لخلق كوادر جديدة خلال المرحلة القادمة اللي هي السنة اللي فضل لك أو أقل من السنة على فكرة ده الطبيعي وكنت لازم تفكروا بهذا الشكل من أول يوم ولكن تمام يعني وبعدين اتنين بس برضه معرفش يعني ما نشوف عموما التحكرة القدم أيضا قرر تعيين مدير فني للجبلية يعني أنا الحقيقة حاولت أكلم الكابتن علاء نبيل لأن الكابتن علاء نبيل كان له رأي في هذا الموضوع كان له رأي معي أنا تحديدا في هذا الموضوع فما شوف يعني أنا عايز أعرف هو الأول الحقيقة اتحاد الكرة القدم أخيرا سمعتوا صوتنا أخيرا حيكون فيه مدير فني للاتحاد كابتن علاء شخصية كويسة ومحترم وكل حاجة ولكن هل حيكون ليه صلاحيات هل حيقدر يقول بدوره اللي هو إيه بقى لما تجي نتكلم على دور المدير الفني لأي حد لأي اتحاد يعني دور المدير الفني للاتحاد أولا هو اختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية عايز أقول لحضراتكم أن احنا عندنا الجهاز الفني للمنتخب الأول حيتم اختياره خلال المرحلة القادمة جهاز الفني للمنتخب الأولمبي موجود الجهاز الفني للمنتخب الشباب موجود الجهاز الفني للمنتخب الناشئين موجود الجهاز الفني طب الكابتن علاء حيعمل إيه يا جماعة وهل الكابتن علاء فيه في دماغه حاجة حيفكر فيها لمصلحة الاتحاد خلال الفترة اللي جاية بالمناسبة هو له رأي معايا هنا في برنامجنا في البيت الكبير من أقل من 6-7 شهور اتكلم فيه عن موضوع المدير الفني فأتمنى أنه هو يكون ليه دور ومع سلاحيات يقدر ياخد بيها قرارات يقدر ياخد بيها قرارات يستطيع أن يطور بيها الاتحاد أو الإدارة الفنية في الاتحاد المصري لكورة القدم كابتن علاء شخصية كويسة وشخصية معترمة ويقدر يفكر بشكل جيد طبعا كان عنده مساعدات كبيرة جدا في زد في نادي زد لأنه كان مدير إداري لقطاع أو مدير لقطاع الناشئين وكان معا اتنين أو تلاتة أجانب الحقيقة هل ده حيبقى متاح خلال الفترة اللي جاية في اتحاد كورة القدم المصري؟ ولا لأ؟ وبعدين منظومة زد بتضخ كتير جدا من الأموال علشان تستطيع أنها تبقى واحدة من الأفضل الإدارات في إدارات الناشئين يعني جايبين مدرب من هولندا على ما أتذكر وجايبين مدرب من إنجلترا وجايبين فعندهم القدرة أنهم يعملوا كده هل ده حيحصل في الاتحاد؟ هل ستكون هناك مساعدة للاتحاد في هذا الأمر؟ لأنه الناس اللي كانت زد جايباهم لقطاع الناشئين كانوا لهم دور مهم جدا في النواحي الفنية في قطاع الناشئين في زد فخلينا نشوف إيه اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية لأنه المواضيع بالنسبة لي فيها محتاج أفهمها كمصري بعيدا عن أي حاجة محتاج أفهم إيه اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية الحاجة الوحيدة اللي أنا فاهمها إن كابتن محمد يوسف يستطيع إنه هو يكون المدرب العام لمتخم مصر بسيطة جدا يعني دي حاجة واضحة كابتن علاء نبيل بشخصيته هل سيستطيع إنه هو هيقبل في ظل زي ما قلت لحضراتكم كل الأجهازة الفنية موجودة قطاعات الناشئين أو يعني مباريات القطاعات في الناشئين هتبقى كلها ماشية وزي الفل إيه اللي حصل أو إيه اللي هيحصل معرفش محتاجين برضو نعرف إيه من الموضوع خلينا إحنا منتظرين عموما إحنا منتظرين ونشوف إيه اللي هيحصل بالناس كلها كانت بتتكلم عن رحيل فيتوريا وبالفعل رحلة فيتوريا هو وجهازه الفني والإداري كاملا إيه اللي هيحصل بقى يعني اتحاد كرة القدم خلي بالحضراتكم فضله أقل من سنة يعني بعد الأولمبياد مباشرة اتحاد كرة القدم ينتهي عمله فكيف يفكر اتحاد كرة القدم في القادم إيه اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية ده اللي خلينا ننتظر ونشوف هل سيكون هناك مدير فني أجنبي هو اللي يكمل في كلام على ميكالي إنه هو اللي يكون موجود في حاجات كده كتير جدا ممكن نتكلم فيها خلال المرحلة القادمة أنا أتمنى لهم يا رب بكل التوفي لأنه خلي بالكو كرة القدم دي مزاج المصريين المصريين كلهم عايزين يعرفوا إيه اللي هيحصل خلال المرحلة القادمة بداية التصحيح كانت بإقالة روي فيتوريا وجهازه الفني والإداري الحقيقة خلينا نشوف إيه اللي هيحصل خلال المرحلة القادمة